برج السرطان من 22 حزيران يونيو إلى 22 تموز يوليو مادياً أيام الحظ في هذا الشهر 1.11.19.26 تحاول الهروب من مواجهة الواقع المادي الصعب والذي يتطلب جرأة وشجاعة لتحسينه وتنسى أن أكثر الناس مع مصالحهم ولو اضطروا أن يخونوا أصدقائهم كن جريئاً في مواجهة من ظلمك وضع أمامه الحقائق التي تجعله يشعر بالخجل من نفسه ومن تصرفاته وسلوكه ولا تدع أموالك تضيع وربما تكون في منتصف الشهر أمام خيارات كثيرة لتحسين وضعك المادي ولكنها تحتاج للدراسة المستفيدة والاستشارة الخبراء والمختصين تريث في اتخاذ أي قرار يتعلق بالأمور المادية حتى نهاية الشهر رقم الحظ اثنان مهنياً الأيام الهمة والأكثر سعادة في هذا الشهر سبعة وثلاثة عشر وثمانية عشر وستة وعشرون بعض الصعوبات المتوقعة تقف حائلاً أمام طموحك وأهدافك وستتجاوزها بعض منتصف الشهر بفضل قوة إرادتك وصبرك ومساعدة أسرتك ثم تدخل في فترة من الأعمال الهمة والمنسجمة مع طموحك وتتبدد الغيوم التي عكرت عليك حياتك في السابق وتتاح لك ظروفاً مناسبة لاتخاذ قرارات ناجحة على الصعيد المهني وبتنفيذها تصل إلى أهدافك وطموحك اليوم الأفضل الاثنين عاطفياً العازب إذا كنت من موليد العشرية الأولى من الثاني والعشرين يونيو وإلى الأول من يوليو تلتقي بأحد الأشخاص الذي كنت تحبه ببراءة منذ الصغر وبعد استرجاع الذكريات يتجدد الحب ولكن بنضوج وهدف واضح يقودكما إلى الارتباط أما إذا كنت من موليد العشرية الثانية من الثاني وإلى الحادي عشر من يوليو تخفي أحاسيسك ومشاعرك عن شخص معجب بك منذ فترة ويحاول التقرب منك ولا تعرف كيف تعترف له بحبك حاول أن تجعل أحلامك تنطلق من الواقع ولا تقف مشدوهاً ومستغرباً من جرأته وفي طريقته بالتعبير عن مشاعره وحبه لأن ذلك بداية حب جديد بينما إذا كنت من موليد العشرية الثالثة من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين من يوليو تنجح في إعطاء درس مهم لمن خانك وحاول استغلالك رغم ما قدمت له من حب وإخلاص ومساعدة وقد تلتقي في نهاية الشهر بالشخص الذي يحرك أحاسيسك ومشاعرك وينسيك تجربتك العاطفية المؤلمة السابقة وتعيش تجربة جديدة المتزوج يمر الشريك بفترة صعبة ويشعر بعدم اهتمامك بها ويعيش العزلة وأنت الوحيد القادر على إخراجه منها وفي منتصف الشهر تعيش مرحلة جديدة وتغير كثيراً من توجهاتك حيث يكون طموحك هو الشاغل الأساسي ولكن الشريك ينتظر منك الكثير وحياته متعلقة بك وأنت تنشغل عنه بأمور ليست جوهرية أعطيه لاهتماماً لازم